وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى في رياض وزير الصناعة والتروة المعدنية السعودية حيث استعرض مدبولي عددا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية حيث أكد مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة وأن هناك رغبة قوية في تعاون في هذه القطاعات مع المملكة كما أكد مدبولي أن الحكومة تولي لقطاع الصناعة والتروة المعدنية أولوية قصوى ليقود قاترة تنمية خلال الفترة المقبلة كل هدفنا في الفترة القادمة ومع إعادة تشكيل الحكومة المصرية هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر تبسيط وتيسير الإجراءات هدفنا كان الحقيقة المرة دي أن نشتغل أن نتخطى الإجراءات البيروقراطية من خلال استحطى الشعية أدخلناها على قانون الاستثمار وعلى عديد من الحوافز والإعفاءات اللي احنا أطلقناها لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات سواء قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع التطوير العقاري كل القطاعات طاقة جديدة والمتجددة وده تمثل أولوية قصوى لمصر وبالتالي يمكن إحنا الحمد لله دلوقتي بقى أصبح لدينا حزمة جيدة جدا 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 من الاستثمارات من الحوافز الاستثمارية اللي تساعد وتشجع أي مستثمر وعلى رأسهم طبعا أشققنا من مملكة إن هم ييجوا وإن شاء الله يستثمروا ويجدوا أعلى عائد على الأموال الخاصة بيهم اشتركوا في القناة